اهلي المفروض ان يكون شغال عليه النهاردة ازاي بقى؟ لانه في مشاكل ظهرة في مشاكل ظهرت في لعبين عنفوا بشدة بعد الخسارة من الزمانك وهم يستحقون لكن قبل ما ندخل في القصة دي عندي رأي ادارة الاهلي تعمدت سريعا ان هي تهدق غضب الجماهير وتقول لهم احنا شغالين احنا مش سكتين احنا متضايقين زينا زيكم فلا مؤلعبين فهددوا اللاعبين بالاستبعاد فوقفوا مستحقات اللاعبين بل وقالوا هنمشي اللي بيديئنا وهنجب لكم سبع لعيبة هون من دلوقتي بنقول لكم في سبع جايين فكلكم خافوا على مكانكم من اكبركم الى اصغركم ده تضامنا مع رسائل جماهيرية بتقول طلعونا الناشئين رأيي انه حتى اذا كان ده مش هيعلن مهم ان انت تلوم نفسك كادارة مش لازم تطلع تقول الناس انا غلطان بس يازم تبقى انت عارف انك سبب من هذه الاسباب فمهم جدا اذا اردت اصلاحا ان تتعامل مع اخطائك كمجلس ادارة الى جانب تعاملاتك مع لاعبيك ده لازم يكون في حسابات مجلس ادارة النادي الاهلي اذا ارد اصلاحا يقول انا غلطان مش لازم يقول هلنا احنا مش لازم يقولك انت كمشجع مش لازم يطلع في الاعلاج احنا غلطانين احنا وحشين احنا قدرنا ملف ده غلط احنا كنا المفروض نعمل كده كل واحد وسياسته لكن مش لازم تعمل كده اللي لازم تعمله اكيد هو انك تقول انك غلطان حتى لو في الغرفة المغلقة تقول انا عملت ازاي كده هل انا مشيت المدرب كان صح هل لما مشيته في الوقت ده كان صح هل انا بتعامل مع لعبتي اللي بتتشبع من البطولات بحسب وصف الادارة للاعبيها صح هل انا عرف تجدد الدوافع هل انا عرف اعمل الكيميا الجيدة ما بيني كمجلس ادارة ما بين ادارة الكورة ما بين شركة الكورة الوافد الجديد على فريق الكورة لازم تناقش ده وتعرف انت غلطت في ايه اذا اردت اصلاحا لهذا الخطأ الاهلي بعد الخسارة حصلت اجتماعات هجوم جماهيري طبيعي وقت الخسارة احيانا بيكون مبالغ فيه لكنه في الاخر يبدو منطقيا الهجوم ادارة الاهلي رحت للعبين اللي قبلها سبقهم بعض المشجعين بهتافات في استاد او في ملعب مختار التتش بهتافات غاضبة فهدأ اللاعبون ثم تدربوا اتكلم معهم الكابتن سايد عبدالحفيز اتكلم معهم ريكاردو سوريش واتكلم معهم الكابتن محمود الخطيب فماذا دار في اجتماعات مسؤولي الاهلي عن الكرة مع لعبيهم بعد خسارة كأس مصر وقبل العودة الى بطولة الدوري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قرر وقف مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم كما تقرر توقيع عقوبات مغلضة عليهم الخطيب وجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لجميع لعب الفريق اكد لهم خلالها انه لن يسمح باي تهاون او تقصير في حق الاهلي سادة حالة من الحزن والغضب الشديد ارجاء الاهلي ومسؤوليه بعد تدهور النتائج في الفترة الاخيرة ببطولة الدوري وخسارة لقب كأس مصر واجتمع رئيس النادي خلال الساعات الماضية مع مسؤولي شركة الكرة الى جانب لجنة التخطيط لمناقشة اسباب تراجع مستوى الفريق وخسارة كأس مصر الاجتماعات التنسيقية التي اجرها الخطيب تهدف الى مناقشة وضع الفريق وبحث سبل تراجع المستوى واجتمع ايضا بسوارش لمناقشته في اسباب تراجع الاداء في المباراة الاخيرة بالخسارة من بيرامدز وامام الزمالك في نهاي كأس مصر في حالة من الغضب الشديد تنتاب الخطيب بسبب تراجع مستوى اللاعبين توعدهم بتغليد العقوبات وهناك تقييم شامل لحالة اللاعبين ومجهودهم ودرجة الالتزام تتم منذ فترة على اداء ومستويات اللاعبين في الموسم الحالي فاحنا مش بس عشان خسرنا من الزمالك او من بيرامدز احنا كده كده شايفين ان في مشاكل ففي ضوء كل التحليل اللي هم نعمله ده سيتم استبعاد جميع المقصرين من قائمة الفريق للموسم المقبل ده ما قاله صاحب الصورة اسطورة الاهلي محمود الخطيب للاعبي الفريق النادي بحسب ما علمنا واعلن بشكل غير رسمي انه بصدد ابرام من خمس الى السبع صفقات جديدة والاستغناء عن عدب من اللاعبين المقصرين بعد حصولهم على الدعم الكافي الفترة الماضية لكن دون تحسن واضح في المستوى وهذه السفقات ستكون قوية مؤثرة قادرة على صناعة الفريق في الفترة المقبلة وفقا لرؤية المدير الفني البرتغالي ريكاردو سوارش دي معلومتنا احنا ان هي قوية لا الاهلي قال ان هيعمل سفقات قوية وده اللي حضر منه لاعبي الاهلي في الموسم الحالي الاهلي قدامه ماتشاد دوري واستمرار كاس من النسخة الحالية فمحتاج محتاج الهدوء لكن هذا الهدوء دلوقتي هو في محاولات الوصول الى الهدوء من يومين وبعد الخسارة امام الاهلي او امام الزمارك في بطولة كاس مصر الاهلي من خلال عضو مجلس ادارته الوستاذ محمد الضماطي اللي بيخوض دلوقتي دورة جديدة مع الفريق او مع النادي هي ثانية على التوالي كتب بوست نشرنا يوم المباراة وتعالى نستعلم